من حالة مدرنا قصة الهرب من السجون حيث جميع القصص الهرب الأغلبية تشابهوا وكتبا غير قصة فيها شوية بالنق وأخيراً لقيت واحدة بالصح استمتعت باش تنقلب فيها ديال واحد السيد هرب كتر من 14 مرة من الحبس كان يسمى عليه هوديني فلوريدا القيصة دياله دايك شي اللي تعجبكم فيها بزاف ديال احداث ديال الهرب وفي نفس الوقت واحد القيصة مؤتيرة بزاف نبدأ القيصة ديالن قبل ما بدأ الفيديو جبت لكم واحدة من السادية تداول العملات اسميتها بنومو هذه السادية سهلة في استعمال وفيها الارباح ديالك ممكن يوصلوا حتى 90% من رأس المال ديالك مهم هذه السادية كينا في اندرويد وكينا في ايو اس يعني ممكن تسجلوا فيها غير من تليفون اللي عندكم واذا دخلتم وتسجلتم مليان ديال ديسكريبسيون في تسجيل ديالكم تعطاكم الف دولار للحساب الجريبي ممكن تتعلموا به بلا متريسكي وحتى شي حاجة واذا تريد ان تضعوا فيها الفلوس هذا هو البنوك اللي ممكن تضعوا منهم بهذه الطريقة والذي مزيان هو تسجلوا بالكود برومو اللي كان في الديسكريبسيون تضاعفوا الفلوس اللي حضيته يعني اذا اضطيت 100 دولار تتوى 200 دولار طريقة بشيء الفلوس سهلة مثلا هنا في هذا التريد الذي ندخل فيه سأجل هنا وانتضع الفلوس مثلا هنا اضطيت 50 دولار سنختار شحال ديال الوقت من بعد ستوقع اجسام هذا يطلع ولا يهبط انا اضطيته غير يهبط وكما تشوفوا انا ربحت هذا التريد طبعا قبل ان تدخل هذا المينسا يجب ان يكون عندك على الأقل 18 عام ويجب ان تضعوا في بيلك بأنك عندما تضعوا الفلوس قد تخسرهم يعني قبل ان تدخل ستكون عار فلاسك كيف تضعوا الليان والكود ديالبرومو ونبدأ الفيديو هذا القيصة على واحد المواطن الامريكي اسميته مارك ديفريست تولد مارك ديفريست مارك كان صغير كان عايش مع ابا اللي كان خدام في الجيش الامريكي وكان شارك في الحرب العالمية الثانية كان خدام في المخابرات الامريكية او اس اس هي الكيفالون ديالدابة وكان عايش مع مرات ابا في الدار تعيي معهم اللي كانت ما تتحملوش قاعد هذا البداية بحالش مصلثة توركي ولكن صبرو القيصة ما زال هذا زيان وعدا ندخلو فيها مارك كان قريب من ابا وكانوا تدوزوا بزاف ديال الوقت وذلك الوقت اللي كانت يدوزوا مع ابا كانت تزرع فيه واحد الحقد واحد الخوف من انتحاد السوياتي كان ديما تقول للمارك نهار راه يجيوه هجموه لنا هنا في مريكان خاصة تكون مستعد ضروري تكون مستعد لهم باش نهار يجيوه تكونت تعرف كيف تحارب كيف تهرب كيف تعيش في وسط الاجواء ديال الحرب ودهك شي اللي كانت يدير بابا كانت يعلمه من صغر دياله كيفاش يدير هاد شي كامل وكيفاش حتى يصنع السلاح دياله من حوايج بساط بزاة من غير هاد شي ما كانوا عنده صحاب بزاة صاحبه كان هو بابا والوقت دياله كامل كانت يدوزه في واحد الاتوالية عندهم ضدار يحل مما كان تمات يصلح اللاعبات صغار مهم كان عزيز عليه البريكولاج وما كان عنده بزاة مع الناس وزايد هو كان فيه حل مرض حل داير حل اوتيست ولكن كان اجتماعيا ما تعرفش يتعامل مع الناس مرة كانت تعرف غير ذلك شي اللي تتعلم ولكن في نص الوقت ما شيد كيف مرة مع الناس بقات الحياة دياله غادة شبه عادية حتى النهار داير 18 العام في ذاك العام هاداك ما تباه وهنا حياة دياله غادي تتبدل باش ببا كان حي كان قال لي اي حاجة كينا في ذاك البلاصة في تنديرو البريكولاج ذاك الماطيريال وذاك شي كامل ديالك هاد تأخذوا اذا مت راه ديالك ومارك تسيق ذاك الفكرة وصافي بالنسبة لي ذاك شي دياله ومنين ما تباه هز ذاك شي ما بقاش ساكن مع مرة تباه ومشاه وده لداره ذاك شي دياله بالنسبة لي غير هو قانونيا الورث كان ما زال ما تفرق وذاك شي ماشي دياله ما زال ما وليش دياله منين ترى هاد الشي مرة تباه علمات البوليس قلت له مرة جاء وصرق ذاك شي كامل المهم ما راح ماجهوش البوليس باش يتأكدوا من هذا الشي كامل مشاهوا عند مارك تقلبوا عليه باش يسولوه ويقولوا له يرد هذا الشي اللي يخدق منين يمشوا عنده البوليس تقعوا عليه في الدار تخيلوا معي مارك من صغر دياله وباتي عمروا بان واحد نهار هيجي والسوفيتيين وهي هجموا عليه وهيبغي يخطفوه ويكون الحرب ويكون يعني عقله مشبع ذاك الفكرة مني كان صغير معدقوا البوليس مارك تخلع هز واحد سلاح كان في الدار وهرب من الشرجم دياله من اللور وهنا بدأت المطاردة مع البوليس بالنسبة لمارك هذا التدخول والناس اللي كانوا تدقوا ذاك الصداع تخليه يتخلع ويفكر بان يكمه هاجمين عليها وكان المشكلة قد يتحل بسهولة ولكن في الاخر من بعد المطاردة ومن بعد ما تشد كانوا تشدوه لقاوا عنده السلاح هرب من البوليس تسمى صارق بهذا الشي كامل تقدم المحكامة وفي الاخير حكموا عليه بربع سنين تكون هي البداية ديال مارك والعذاب ديال مارك حتى الداب 8 جوان 1980 مارك دخل الحبس بالنسبة لي يدخل الحبس على شيء خاطئ مثل هزمات رياله لماذا مدخلين للحبس أربع سنين يعني بالنسبة لي ما قد الشي يفهم المهم نهار دخل قرر بانه يخرج بأي طريقة وذلك اللي كان شهر من بعد ما يدخل الحبس في 8 جوية 1980 كان عنده هو وشي يوحدين معه في الحبس تمام واحد الدرس ديال الدين تكون عندهم بايبل ستاديز تمام تقرأوا يعني عن الله بيبل وذلك شي تخرجوهم من السلول ديالهم تدوزوا من الساحة ووصلوهم إلى قاسم كان هناك الساحة ومن بعد ما يسالي وخصوهم يخرجوا من ثم طبعية الحال تكونوا معهم الحراس ويطلعوهم الى سلول ديالهم هذا المرة من انسالات الحيصة خرج مارك وخرجوا كلهم معاه وشافوا بان ما كان الحراس بزاف كان واحد اللي كان هي وصلهم السلول ديالهم وتم قرروا كلهم يبدوا يجريوا في تجاه ديال هذا السلوك كانوا دايرين واحد القرياج طالع بزاف ما دايرين نشطور واحد القرياج والفوق دياله كان واحد تقولوا مليه بغبولي واحد السلوك شائك في بحظة زوارات هنا كلهم بدأوا يجريوا ولكن من انوصلوا للفوق ديال هذا القرياج شافوا هذا السلوك وصعيب تدوز منه إلا مارك اللي كان بباه باش كان صغير علمو كيفاش يتخطى ذاك البغبولي يقولوا في البغبولي باش يتخطاه بسهولة بلا ما يتجرح بلتاشي حاجة ذاك الشي اللي دار بذاك التكنيك اللي علمو بباه حاول يحل ذاك البغبولي نقز هو وكان حداه واحد من هذوك اللي هاربين انتهو هرب معاه المهم هاربوا بجوج بدووا يجري ودخلوا وسط واحد الغابة اللي كان احد الحبس ما شافوش من موراهم حتى وصلوا إلى واحد الواد كانت واحد القنطرة دايزة على ذاك الواد وتم شافوهم البوليس بأنهم واقفين تحت البوليس قرروا يتيروا فيهم ومارك قرر يتلاح في ذاك الواد باش يقطعوه عمان قطعوه وهو غهات استيعون باش يفيد تقع القرطاس صاحبه ما قد شقت على الواد تشد ومارك دازل جاءة أخرى كمل الهروب المهم مارك بدأ يجري هارب حتى وصل واحد الضار كان في الخلاق مهم امريكان ديما تكون شي ضار في الخلاق هنا مرة اخرى اخرى مارك تفكر ذاك ما علموه وكان علموه كيفه دايمارة طنوبيل غير بسلوكة وبالباتري دايمارة طنوبيل وخف الضلام لأنه مهلف هذه القضية كانت ديما تديرها مع ابوه ودايمارة طنوبيل كثيرة وهرب حتى وصل الواحد الموطيل في الجنب الطريق نزل فيه مش عادي بحل ما هارب أعطى مخلصهم وقلص في ذاك الموطيل وبطبيعة الحال انت هارب كل شي يتقلب عليك وبطبيعة طبيعية بانهم يشدوك وقفوا عليه البوليس وشدوه وردوه الحبس كان هذا اول هروب مارك ومازال جايين بزاف بطرق غريبة بزاف ومنظمين بالصح هنا يمكن ان تعرفوا كدير البرسوناليته في واحد المزيج ما بين الدكا والانترنمو واحد الساداجة التي تدخليه ياخد ديسيزيون غالطين والذي تدربوه كل شي في الزيرو وهذا الشيء نشوفه على طول هذه القصة من بعد ما تشد هذا المرة قرروا ما يدخلوش للحبس ولكن واحد السبيطار ذي الامراض النفسية ومرة اخرى باش دخولت الماء قال او تاني مع راسو ماذا نفهم انه ماذا ندير هنا غير مع الدين علي وماذا ندير حتى شي حاجة و اصلا انا ماشي حمق لكي نبقى في هذا السبيطار هذا هنا اي واحد كون كان بعقله مئة في المئة ماذا كان يدير؟ كان هاي سكوت ويبدأ يساوي معهم حتى يبان بانه براء باش يخرج ويتهنم ديك البلاصة بلا ما يكبر الموضوع بزاف ولكن مارك مفكرش هكا وشنو قال؟ قال انا انا هرب من هذه البلاصة لاناناني مشدود وما عندهم مشلحق يخليوني مشدود هنا ومن بعد شهر الدخول له لهذا السبيطار لان اول خطة الهروب قبل من هذا الشيء باش نقول لكم سبيطار رمشي سبيطار بحل اي سبيطار تدخل لي و تخرج كما بغيتي ولكن هذا كان تابع للحبس كله قريجة الحديد كله مسدود في الحراس بحل الحبس هذا هو سبيطار من الداخل موهم مارك وخاء هبيل وعقله ماشي مئة في المئة كان تفكر وخاكك شنو قال؟ قال فدل الحبس هذا قد يمطلق شي شوية الداخل وكان تبليه هذوك الحراس وذوك الفراملية قد يعمروا واحد القهوة لكي يبدو السيرفيز يدروا قهوة يشربوها وعندو محتاصة كبيرة توقع يعمروا منها وقال هنستعمل هذيك باش نهرب هذي الفكرة اللي طاحت عليه اش قال قال اجي ناخد واحد ال ال اس دي نسرقها من الفرماسي دي الصبيطار ونكبها لهم فاذيك القهوة فاذيك الغرف دي القهوة الكبيرة اللي تعمروا منه ومنين كل شي يضوخ انا درجة جامع حوايجي وكل شي مقد هذي حوايجي ونحل بيبان هذي اللي ملوك بيكين اي حلهم ويخرج البرا هذي الخوطة اللي كانت عنده وهذا اللي سيقوم بيبان اغفل لكم الممرضات هذي ال ال اس دي كبها في القهوة وفي الصح من بعد واحد شوية قطي بقت ما فراملية كل شي بدات يشرب من ذيك القهوة وهو كي تسنى وواحد اللحظة وليت تشوف سبيطار الحماق وسط سبيطار الحماق واحد الفراملية ولمدابز مع مكينة دي الصابون وواحد طبيبات كان ديجا طلعات المرايخ كل شي تخربق كل لو في نصف تلك ال اس دي ومارك في بلاس ما يهز ويهرب ويهرب ويضع الخوطة اللي كانت في باله بقى حالفهم في ذلك المنظر وعجبوه بدأت يتفرج عجبو الفيلم بقى تدروينا حتى وصلوا السيكوريتيك سدوا على المساجين والدو قاعد وكل كانوا يشربوا القهوة وضغية عرفوا بأنه شي حد لحش في القهوة ولكن ما عرفوا مارك مهرب ولكن ما زال من بعد هذه الحديثة دازوشي ايام ومارك كي يتونس تخلي الواطولية تخدمه في ذلك الخشاب والنجارة قال مع راسو وفي هذه الطريقة السادجة هذه الواطولية ودخوتنا اضعنا جميع الحواج لماذا لا نهربوا؟ وعرفت كيف نصنع فردك في ذلك اللي عنده تصنع جوج الفرادة ارتزانال وخباهم بجوجهم في السروال مورما خباهم طيّر الدرسة حتى يخرج له دم وفي ذلك الدرسة لماذا بدأت تغيوة عن فراملية وعطرت لي الدرسة فراملية خلعات وعطت الحراس وفراملية الأخرى لذلك يدعوه على دونتيس لأنه دونتيس وعرفوا بأنه لي طيّرها الراسو ولكن دونتيس كانوا راجعين بغيبت لطوالات قبل ان يكملوا الطريق ذلك اللي كان ندخل ومنين ندخل جبد الفرادة بجوج ويخرج عندهم جبد الفرادة قال ليهم تحت ما يتحرك وهو مني يشافو ذلك الفرادة في الأول ولكن من بعد بللي وفردي ماشي مصحبة بالخشاب ملوي بالتوب لم يتحكوا عنه مارك هزفردي ترى في واحد تليفون تماما وهنا عارفوا بأن هذو الفرادة تصنع خدامين ويقتلوا شي واحدة خذ السوارت حل ببن كاملين وخرج من ذلك السبيطار وغرب مرة أخرى من بعد مهرب هذا المرة أو ثاني سرق واحد الكاميو وقعها ربيه ولكن في الأخرى تشدوه البوليس من بعد ما هرسلوا واحد نص دارهم واندار روينا في المدينة ولكن تشد في الأخرى ومن يتشد ذلك السبيطار لم يبقى بغيه لأني أوليتي بلهم ضنجة كبيرة على ذلك السبيطار وهذا المرة تشد في حبس ديال بالصح في انتظار واحد اللجنة من الأطيباء فيها خمسة ديال الأطيباء يشوفوا الحالة دياله ويقولوا ماذا هذا الإنسان ممكن تحاكمه محاكمة عادية ولخصه يدخل السبيطار ويداو الربعة من الخمسة ديال الأطيباء قالوا بأنه ما يقدش يتحاكم محاكمة عادية لأن العقل دياله بحاشي واحد صغير وخاض كي وتعرف دير هذا الشي كامل والكيمتي ميش ما بين الحاجة اللي في مصلاحته واللي ماشي في مصلاحته ما بين الخير والشر مش حاجة قانونية وغير قانونية الربعة من أصل الخمسة الخامس كان واحد طبيب ديال الأمراض العقلية عنده تجربة كبيرة وكل شي تحتارمه والمحكامة تسمع منه وهذا الطبيب كان هو المدير للصبيطار اللي هرب منه اللي شوه حراس دياله وحمق ويمكن ذلك شيء اضطر عليه وذلك الطبيب قال لهم بأن هذا الإنسان هذا بعقله ويقضي تحاكم ويقضي يدخل الحبس وذلك شيء اللي كان المحكامة اخذت بعين الاعتبار هذا الرأي ديال الطبيب وعطاته قيمة كبيرة لأنه معروف بزيال بأنه مدير التخلص بيتار وتشد ويقضي المحكامة ويقضي كثير من 10 سنين ويقضي فيه على هذه الرئيسين التي كانت على ما كامل تزدار تنويل وكمية ومثلوا له ومثلوا له المدة وبقى مشدود في الحبس المدينة في الحبس المدينة سيقوم بزاف محاولات الهروب ومثلت ويقضي من صور الحبس وهي يهرب برجلهم ويعود يتشد ومثل المحاولة يقضي حراس الذين يدخلون قدامه وبقى تشوفهم السوارة المعلقين في جيبهم وأعقل على هذا الشكل الساروت وصعب نفس الساروت من البراطوات الذين يدخلون لهم في الماكلة هذا الشيء لا يدخل للعقل وحتى انا في اللقل جيتني غريبة بزاف ولكن زي تقلبت وتأكد بأن هذا الشيء بالصح ممكن تكتبه اسميته وتقرأ القيصة دياله كاملة في جرائد معروفة وكل شيء هذا القيصة غريبة بزاف وهذا الشيء الذي أعطيكم غير اختصار دياله وهو في ذلك الحبس وهو تدير المحاولات الهروب حتى المدير تطلع عليه ذلك الشيء في راسه وما بقاش قاعد يتحمل ذلك المسجون الذي يمدروينا كاملا في ذلك الحبس وقرر يعاقبه وباش تبغي تعاقب شمسجون في مريكان في الثمانينات تتصيف طول الحبس ديال فلوريدا حبس ديال فلوريدا معروف من أصعب الحباسات في ذلك الوقتها يتحكموا بالإعدام عدد كبير منهم وفيه أخطر المجرمين تيجمعوهم تما ومع وصل مارك إلى ذلك الحبس أول شيء يجعلون له ذلك الكاميزول الذي تديره الحماق والذي يربطون به ذلك ولاحوه في واحد السلول ببعده ولكن مارك كانت عنده واحد صحاء عجيبة وكما عشت كيف يجعله حتى تطرق ذلك الكاميزول وخرب الزنزانة دياله بالصح من ذلك الزنزانة تحول جوج ديال مراته وفيما تديره لشي بلاسة تدير تخريب لذلك الزنزانات حتى تلقى الوسيلة الوحيدة يدخلوا الوحيد الزنزانة لذلك الناس الذين يريدون انتحره يقول لها كابيتوني كاملة فيها بحل البونج وما عندك كيف تدير تضرب ولا تهرس حتى شيئ من بعد ما دخلوا الهتماء مارك لا يساليش بدأت يهرس في البولا ومن ثم بدأت يضرب خشية الدول داخل وألقى كين واحد جعب طير واحد جعبه من هذوك وبدأت يحل الباب بذلك الجعبه حتى تطرق الباب بالنسبة له يخرج وما تتخبيه ولا شيء تحاول يخرج بطريقة عادية لكي تدير هذا الشيء لم يكن تدير السالمة كان يصل الخوعصة ولكنه راسه قاسح بالنسبة له يضربه وكل مرة كانوا تعطيه واحد الانضار وهذه الانضارات خيبين بزيارة لأنهم يقدروا يزيدونك في المدة الحبس وهذا ما كانت ترى كتر من الانضارات كانت يدوزها في الكاشو بزيارة كان من منوع من يخرج للساحة حتى يرى الشمش ووص الحبس والمدة السيجن بزيارة بزيارة لكي يطلب يعطيه صراحة يعني يكفسها على راسه انتم تخيلوا معي من يخدروا هذا المطاريات اللي يخلل إليه وصل إلى هذا المشكل كبير لأنه مسكين العقل يالو ناقص وخص سكيلز والمهارات باش يهرب عنده طالعين بزيارة بزيد على هذا الشيء في الحبس بزيارة كانوا بغين يضربوه ويقتلوه لأن هذا الحبس كان عامر بالسود وهو خايف شنو كانت يدير كانت يصنع أسلحة لكي يدافع على راسه كل مرة يتقلب ويجدوا عنده سلاح يزيد وصفته الكاشو الضراجات تطلع عليهم في راسهم لاحو في ذلك الكاشو بلحواج بلامة بلغطة 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 حتى الضراجات كتبوه في الجرنانات بأن هذا مارك كان في واحد الظروف كفس من هذو المساجين بقى هكا مارك من ثمانينات هو في العداب حتل مؤخراً شهرات القيصة وبزاف الحقوقيين بدأوا يغوتوا ويقولوا شيء ما شيء معقول لأن الإنسان لا يعقل كيف ممكن تبقى تعذبوا هذه المدة كاملة ولقى ديات شهرات بزاف وعاودوا شافوه في الضوصي دياله وحتى ذاك الطبيب الخامس اللي كان جاضده وقال ليهم ربع قلوه تراجع لذاك شيء اللي دار طلقه مع مارك وقال ليهم درت غلط مارك وخا كانت يفهم ما كانش تمت تلعليه وكان بالصح ما عندوش العقل وما تيميش تمزيان وقال الحقوقيين بقى يقولوا بأن ما عمروا ما ضرب شي واحد ما عمروا ما قتل شي واحد ما عمروا ما دير شي جريمة ديال بالصح حاجة الوحيدة اللي دار كانت سرق وما عرفش من بعد كيفاش يتعامل مع الحياة حتى توصل لهذا النبو ديال تقريبا شي ثمانية وثلاثين سنة هو في الحبس مرناط هالضجة كاملة وطهرات القيصة فامريكان عاودوا شافوه في الضوصي دياله عطاوا الحق باش يدير واحد طلب ديال الخروج والمشروط من الحبس دفع ليه وفي 2019 أخيرا من بعد سنوات عشرات السنين خرج ولا حر وتهنى من هذه القيصة وتهنى من الحبس اللي كان فيه ها هو من ظهره 2019 خرج ويخرج مع كورونا نتمنى هذه القيصة تكون عشباتكم لا معروفة بزاف وريدت نقول لكم شكرا على الميساجات على الدعم وخاطر غبرتي وصلوني الميساجات أخرى أخرى أريدت نقولها لكم الناس اللي وصلوا حتى الخردية لهذا الفيديو قصوا ماشي حاجة قصوا ماشي خبار قبل الناس الاخرين أريدت نقول لكم بأن ان شاء الله من بعد أن نصل إلى 900 ألف يعني في القريب إن شاء الله هذه القيصة تمشي من 900 ألف أبوني حتى المليون أبوني ممكن كل شيء يشارك فيها ستكون في انستغرام وفي يوتيوب إن شاء الله الفيديو الجاي نعطيكم ديطاي كتر والذي مزروب سوف نشرح في ستوريات دعوا عندي الانستغرام أتقوا الشرح كامل في ستوريات كيفاش تكون هذه القيصة وشنو هيكون فيها هذا ما كان شكرا بزاف شوفكم فيديو الجاي ما تنسوا لايك كومنتروا العيوات كاملين وبرتاجيوا الفيديو باش نصوت 700 ألف ضغية وننضير القيبو يالله السلام عليكم